اشتركوا في القناة لا المراجعة بتاعتنا احنا مرة اللي فات عملنا مراجعة نحوية كانت مهمة جدا واكدت عليها النهاردة بإذن الله تعالى نستكمل مراجعة شاملة هناخد فيها اول حاجة حبيبي جزء يعني لا يقلوا اهمية عن النحو ايه الجزء ده؟ علامات الترقيم علامات الترقيم بلاحظ ان كتير جدا من الطلاب في موضوع التعبير بيبقوا يعني هاملينها خالص ما بيكتبوهاش اصلا مع ان النقاط يعني او الحاجات او النقطة او الفصلة او الكلام ده كله او علامات الترقيم مهمة جدا في الكتابة بتاعتي هتقول لي طب يا مستر والله احنا عندنا الامتحانات اختيارات والدنيا جميلة وحضرتك يعني ايه بقى لازمت ان احنا ناخد علامات الترقيم هي ديها حاجة حبيب قلبي ليه حاجة هتفيدك انت حتى لما تيجي تكتب بعد ذلك يعني تعبر عن نفسك تعرف مثلا تكتب موضوع كويس جدا عايز مثلا بعد كده ان شاء الله في المراحل القادمة في تعبير تعرف ازاي تكتب وامتى تحط الفصلة وامتى تحط النقطة وما الى ذلك فالموضوع لا يقل اهمية عن النحو بصراحة يعني وبرضو هنقش معاكم بعض التدريبات الاخرى خلونا كده نبدأ بسم الله معنا اول حاجة حبيبي علامات الترقيم واول حاجة بيجي لي دايما الفصلة والله انا بلاحس كده ان الطلاب يحط الفصلة كده في اي مكان يلا اللي هاي بالبركة بحط الفصلة كده وخلاص يلا بزين لك ايه بزين لك الجمه يعني فيه بصراحة يعني قسمين من الناس لما انا كنت بصاح تعبير فيه ناس بتحط علامات الترقيم اللي هو اي حاجة يعني بتحط كده بخلاص كده يعني بزين لك او بحط لك كأنها مثلا نجوم او حاجة كده بيحطها بيزين بيها الكراسة او فيه ناس تانية بتهمل اصلا موضوع بس هنا عايزين نتعلم مع بعض بقى انت نحط الفصلة حبيبي الفصلة دي بنحطها بين الجمل او الشيء واقسام يعني ايه يعني لو حاجة والاقسام بتاعتها يعني اقولك مثلا او مثال او توضح فصول السنة اربعة الربيع والصيف والخريف والشتاء ما بين كل وا حط فصلة يعني شوف انا السمتة او بص انا بقولك السنة والاقسام بتاعت الفصول بتاعي اقولك مثلا المدرسة بيها طلاب وبيها معلمون وبيها فصول شايف يعني قبل الوا دي حط فصل اسيد يبقى بين الشيء واقسامي يبقى درقم واحد طيب عندي برضو بعد النداء يعني بعد النداء يعني بعد لما تنادي على حد حط حضرتك فصلة يعني اقول مثلا ايه يا قوم تعاونوا على البر والتقوى مثلا المثال اللي قدامك يبقى لما اقول نداء او نادي على حد بعد النداء او بعد الشخص اللي بنادي عليه المنادة يعني حط حضرتك فصلة طيب ده بالنسبة حضرتك للايه للفصلة او ما بين الجمل يعني انا خلصت الجملة واعمل فصلة وهكذا طيب ده كده بالنسبة للفصلة تعالي بقى للنقطة النقطة دي بتوضح لي ان انت انتهيت من الكلام بتاعك ولا لا يعني انا خلصت الكلام بتاعي بقى اتكلم مثلا في فقرة فقرة مثلا معينة او بقى اتكلم مثلا في جزء معين من النص لازم انا حط في الاخر نقطة عشان اوضح له الفكرة بتاعة الفقرة ركز قوي يبقى انا هقول له حبيب قلبي انا خلصت الجملة بتاعتي احمد ولد مؤدد نقطة هتكلم بعن حاجة تانية بقى خالص اتكلم بقى براحة بس انا كده اتمتلك معنى الايه الجملة يبقى انا هقول له النقطة توضع في نهاية الفقرة او توضع في نهاية الجملة لو انت عايز تنهي الكلام في الموضوع ده طيب بعد ذلك الفاصلة المنقوطة فيه اولاك كتير جدا بيسألونه بيقولونه مستر هو ايه الفرق ما بينين الفاصلة العادية والفاصلة المنقوطة ببساطة الشديدة يا سيدي الفاصلة العادية ديت احنا قلنا الاقسام بتاعي قلص انها توضع ما بين الجمل او الشيء واقسامه اما بالنسبة للفاصلة المنقوطة ديت حبيبي احنا بنحطها ما بين جملتين تحتقولي طب ما هي هي اقولك لا استنى بس علي واحدة واحدة نضعها بين جملتين احدهما سبب للاخرى يعني فيه سبب ونتيجة مثال عشان نفهم يا مستر ساعتذر عن حضور الدرسي فاصلة تحت نقطة لانني اشعر بالارهاق واحد بيقولي والله يا مستر انا مش هادر راجي الدرس او مش هادر راجي مثلا حضور الدرس في المدرسة علشان ايه انا مرهق جدا شايف لانني دي حط قبلها فاصلة تحت نقطة لان هنا وضح لي السبب فيه اولاد دايما كنت يعني بقى معاهم حركة لطيفة بقولهم ايه الفاصلة اللي تحت النقطة دي بتوضح لك اصلا بعض الحاجات في الاعراض فقالولي ازاي يعني يا مستر قطولهم ببساطة شديدة الفاصلة تحت النقطة بتوضح لك حاجة او سبب يعني غالبا غالبا يعني لو جيب عداء اسم منون بيكون ما فيقولي اجلي يعني اقولك مثلا ايه احبه امي طاعة لله بص بقى احبه امي فاصلة تحت نقطة ليه طاعة لله فكنت بقولي الاولاد دايما هي طبعا مش قاعدة سبتة يعني يحفظوها لا انا بقوله بس عشان اسهله لما تلاقي فاصلة تحت نقطة بعدها اسم منصوب اعرف ان ده المفعول لأوجه يبقى كده الدنيا ايه وضحت شوي طيب علامة الاستفهام ده يعني سهلة جدا وظن يعني كلنا عارفين علامة الاستفهام حبيبي بعد لما بتسأل كمسلا تمام كيف الامور كيف تجري الامور ماشي لماذا نحن هنا تمام وبتحط بقى ايه علامة الاستفهام طيب احنا بنحط علامة الاستفهام امتى لما بتقول فعلا سؤال طب تعالى بعد كده النقطة طام امتى بتحط مصر النقطتين النقطتين والله بنحطهم قبل القول او لو احنا نشرح حاجة يعني مثلا اقولك ايه قال الشاعر واقولك البيت شايف القول بتاعه ده قبل ما تقول قال الشاعر حط يا سيد النقطتين اللي هو هيقولي بالزبط تمام اه يبقى انا عندي النقطتين دول ان انا بحطهم فوق بعض مش نقطة واحدة خلي بالك النقطتين دول بحطهم علشان احط مثلا حاجة وهنشرحها حتى بنلاقي مثلا في المعجم بنلاقي ان بيجيبلك كلمة او الكلمة يعني وبيحطلي نقطتين كده يعني يشرحلي او بيجيبلي مثلا تعريف او المصطلحات اللي عندكم في العلوم او الدراسات وما الى ذلك بيحطها لك ويحط لك نقطتين كده ويعرفها لك يعني حتى انت في العلوم اهوته في الدراسات بتستخدمها طب تعالى بعد كده علامة التعجب او سعب بنسميها علامة التأثر يعني انت بتعجب من حاجة يعني مثلا اقول ايه ما اعظم مصطل ما اجمل السماء يعني بتيجي دايما بعد اسلوب التعجب فبنحط في الاخر عصايا كده وتحت نقطة ديات يا سيدي علامة التعجب او بنسميها برضو علامة التأثر طب ايه تانية ميستر الشرطة الشرطة ديات احنا والله بنحطها بعد العدد يعني مثلا عايز اكتب كلمة اتنين فانت بتحط اتنين وبعد كده ايه شرطة تمام طيب او مثلا بتكلم مثلا عن حالات عامة ما بين قصين يعني فاكرين مثلا ما كنت قاعدة اقولك من ضمن الكلمات اللي بتعرى بحال اولا ثانيا ثالثا لو حضرتها كده ما بين قصين وما بين كل واحدة والتانية بحط الشرطة كده بسيطة تمام يبقى امتى حط الشرطة حبايبي الحلوين احط الشرطة والله لو بعد عدد ده غالبا يعني طيب بعد ذلك الشرطة طان ايه ده وكمان فيه شرطتين اه طب ازاي بقى حبايبي الحلوين الشرطتين دول بنحطهم ما بين حاجة اسمها جملة اعتراضية كلمة جملة اعتراضية ديت هتلاقيه في ثانوي يعني الناس اللي في ثالثة ثانوي هيفهموا كلام بتاعتك كويس طب امسترح نفسك ابتدائي يعني ما تفهمنا كده يعني ايه اعتراضية لازم نفهم الحضرتك من دلوقتي جملة اعتراضية يعني انت ما كنتش اصلا اصلا تقولها في الكلام يعني عسابي المثال بنلاقي دايما لو انت ركست بنلاقي دايما في الكلام في حديث مثلا يقول لي ايه قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحطوا لي كده ما بين شرطتين يقول لي صلى الله عليه وسلم يقول لي مثلا توفي فلان ما بين قصين كده او ما بين شرطتين كده رحمه الله او مثلا قال الله تعالى ما بين مثلا ايه شرطتين كده كلام انت اصلا ما كنتش هتقوله بس انت يعني افتكرته يعني مثلا انا دلوقتي اقوم بقرأ كده حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فانا بقول ايه انا ممكن اقول وكان الرسول محبوبا تمام فانا يعني عشان يعني بحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاقول ايه ما بين قصينك أو ما بين عفوا ما بين شرططين وأكمل الكلام بتاعي طيب أنت حتى بتعملها يعني مثلا واحد مثلا والده ميت فيقول إيه ده بابا مثلا الله يرحمه كان كويس وكان محترم هو إيه اللي جاب كلمة الله يرحمه هو هل كانت من ضمن سياق الكلام لأ بس هو لما افتقر حاجة كده يعني اتأثر بيها فقال جملة من بعيد فإحنا بنسميه جملة اعتراضية تمام يبقى ديات معنى الجملة الاعتراضية يعني أنا وجيت قلت مثلا فلان رحمه الله كان صالحا يبقى كلمة رحمه الله دي بنسميه جملة اعتراضية يعني ما كانتش أصلا في الكلام جاية من عندنا يعني طيب تعالى بعد كده علامة التنصيص ايه علامة التنصيص دي لابت بقى عاملة بالزبط ايه بالشكل قدام حضرتك ده ده علامة التنصيص احنا بنحطها جماعة ما بين يعني بنحط جواها الآيات القرآنية بنحط جواها مثلا قول مثلا حديث شريف وما إلى ذلك يبقى علامة التنصيص دي بنحط جواها حديث شريف حكمة بنحط جواها قرآن كريم حاجة كده مقولة مقولة مأثورة او مقولة عظيمة تمام بنحطها ما بين علامتين التنصيص طب تعالى بعد كده ايه تاني القوسان ايه ده هو فيه فرما بين اللي علامة التنصيص والقوسين ايه طبعا خلي بالحضرتك الحاجات دي مهمة جدا يعني حتى برضو لو اخواتك الأكبر منك بيتفرغوا عليها ياريت هتفيدهم جدا طب القوسين دول يعني حط ايه يعني ايه الفرما بين علامة التنصيص والقوسين والله علامة التنصيص انت بتحط يعني ما بينهم كلام ما نقول يعني مش كلام اللي انت اللي بتقوله لا يعني القرآن الكريم هل أنا اللي قلته مثلا لا ولا غير يقاله لا ده كلام ربنا سبحانه وتعالى فكلام احنا نقلناه حطناه ما بين ايه ما بين علامتي تنصيص تمام اقول مثلا حكمة حكمة مثلا حد من القدماء قالها احطها يا سيدي برضو ما بين علامتين تنصيص او علامتي تنصيص لان مش انا اللي قلت الحكمة دي تمام طيب في بقى القوسان ايه الفرق ما بين القوسين بقى واللي فات القوسين دول انت بتحط ما بينهم عندك الارقام عندك مثلا سنوات الميلاد يعني الف وتسعمية خمسة وتمانين خمسة وتسعين وهكذا الفين وواحد وعشرين الوفاة تاريخ الوفاة مثلا بعض الاسماء وهكذا يعني حاجة كده محددة ده الفرق ما بينها وما بين اللي فات طب يعني ايه مستر ايه الفرق على متى التنصيص يا حبيبي بنحط ما بينها كلاما نقول مش انا اللي قيل والله والقوسان احنا بنحط ما بينهم حاجات كده معينة زي مثلا عندي الارقام سنوات الميلاد تاريخ الوفاة وما الى ذلك طيب تعالى بقى ناخد كده بعض التدريبات يبقى احنا كده قلنا كل علامات الترقيم اللي حضرتك ممكن تتخيلها طب تعالى بقى ناخد كده ايه تدريب بسيط من نص وطني يقول لي في ظل النخل على الوادي اصغيته لقصة اجدادي لمعانيها هتف الحب ولماضيها خفق القلب بيقول لي رقم واحد حبيبي عايز معنا كلمة هتف هتف معناها اي صاحب صوت عالم طيب كلمة اصغيته عايز معنا كلمة اصغيته اصغيته معناها اي استمعت باهتمام يعني باستمع باهتمام للايه الكلام اللي بتقال خفق خفق اي تحرك ونبض تمام يعني النبض يعني الوقت جاي من الحركة يبقى تحركة ونبضة طيب تعالى بعد كده عكس اصغيت احنا قلنا اصغيت يعني استمعت باهتمام عكسها اعرضت اعرضت عن هذا الحديث اعرضت يعني مش فارق معاي مش مهم يبقى اصغيته مضادها اعرضتوا واهملتوا طيب والاضق هنا اعرضتوا لان انت مش عايز تسمع اصلا فبتمشي الحب مضادها الكره لماضيها مضادها لحاضرها او لمستقبلها كلاهما صحيح طيب بيقول لي وضح المظاهر الجمالية في العبارة الاتية تعال كده يا سيد نشوف مع بعض مظاهر الجمال اصغيته لقصة اجدادي حبيب الحلوين انا دايما بقول لك مضاهر الجمال والله مش محتاجة منك حب بيصعب علي قوي الطالب اللي بيعد يعني يحفظ ماسك مثلا كتاب خارجي او ماسك كتاب الوزارة او ماسك ايا كتاب او كتاب المدرسة او ايا كان يعني وقاعد شغال فيه قاعد يحفظ ولازم ان يسمع الكلمة بالنص غلط انا مش عايز منك كده انت كده تطلع الاعداد والثانوي يعني بنظام اصلا انا مش عايزه انا عايزك انت اللي تطلع مظهر الجمال ولو انت تابعت حلقاتي اللي فاتت ياريت تدور على الحلقة بتاعت ازاي تعرف تستخرج مظهر الجمال بدون حفظ ياريت اصغيته لقصة اجدادي هنا ده حبيبي ما فيش اي اسلوب يعني ولا فيه امر ولا نهي ولا استفهام ولا نداء ولا اي حاجة طبعا مستر اعمل ايه ولا فيه خيال طيب اعمل ايه حضرتك يبقى هنا هقول له تعبير جميل يدل على وافهم معنى البيت كويس جدا واشرح من خلالنا بفهمته هو والله مستر ما فيش اسلوب حال وما فيش خيال طب اعمل ايه قول لي تعبير جميل يدل على وهتشوف معنى الكلام ده ايه هنا يدل على الاهتمام الشديد وهقول له تعبير جميل يدل على الاهتمام الشديد بتاريخ بتاريخ وطني صح او ممكن اقول لك تعبير جميل يدل على ارتباط الشاعر بماضي وطنيه والتانية صح؟ آه عادي جدا ما فيش مشكلة جماعة أنا عشان كده بقولك ما تحفظ العربي والله ما حفظ العربي مسألة فهمة طب تعالى نشوف هتف الحب هو هل الحب ده بيهتف أو هل مثلا الوطن ده بيهتف يعني هل ده شيء طبيعي؟ لا آه امسك هنا بقى هنا في خيال يبقى هنا صور الحب بإنسان يهتف يعني الواء يهتف يعني الواء يصيحه بصوت عالم تمام؟ هل الحب ده معدي كده في الشارع ورح معلي صوته ومنادي علي؟ لا طبعا يبقى هنا شبه الحب بإنسان يهتف طيب برضو هنكمل من قصة وطني أين جلس الشاعر وماذا سمع جلس في ظل النخل على الوادي المقصود هنا طبعا الوادي واد النيل اللي هو يعني إيه مصر يعني وماذا سمع هو الرجل سمع إيه الرجل سمع قصة أجداده واستمع باهتمام قصة الأجداد أي تاريخ الأجداد عشان بس نبقى فاهمين طيب لما هتف الحب؟ هو ليه الحب بيهتف؟ طبعا هو ده صورة خالية من الشاعر ولكن هنا الحب هتف يعني عايز يقول لك من كثرة الافتخار بإنجازات وتاريخ الوطن يبقى بسبب افتخاره وسعادته بتاريخ أجداده طيب تعال بقى من نص آداب سامية النص ده اللي احنا قلنا فيه سيدنا لقمان عليه السلام كان ينصح ابنه طيب أول حاجة بيقول لي هات مما يليم لقات القرآنية اللي قدام حضرتك معنى أقم الصلاة أقم الصلاة أي أدها في أوقاتها كاملة الأركان يبقى أنا أقول له أدها في أوقاتها كاملة الأركان طيب أصابك واصبر على ما أصابك أصابك معناه حبيبي يعني ما حدث لك أو ما ابتلك الله سبحانه وتعالى به يبقى أصابك أي ابتلك به أو حدث لك وهنا على فكرة الآية يعني اختتي مات بالصبر لأن الصبر هو أعلى المنازل مش أي حد من السهل يعني أنه يوصل للصبر ده أو يعني يصبر على قومه أو يصبر على أذى الناس ببساطة عشان كده احنا سمينا الأنبياء اللي هم صبروا على أذى قومهم بأنه هم بنسميهم قولي العزم من الرسل طيب تعال بعد كده عزم الأمور خلي بالك أنا لسه بقولك أهو سمينا الأنبياء اللي صبروا كتير أو على قومهم سميناهم إيه قولي العزم قولي العزم يعني ناس صبرك كتير جدا يعني واحد زي سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة 950 سنة ما حاجة يؤمن بيه إلا عدد قليل طيب يبقى دا يدل على مدى صبره عزم الأمور الأمور الواجب الثبات عليها تمام يبقى عزم الأمور معناها الأمور الواجب الثبات عليها طيب بعد كده بقول لي مضاد المعروف عكس المعروف إيه المعروف مضادها المنكر طيب المنكر مضادها المعروف أصبر أصبر مضادها إجزع يعني يا مصدر إجزع إجزع معناه يعني اللي هو يعني إيه ما عنده صبر يعني اللي هو يعني يعني بيستسلم للأمور بسهولة كده يعني حصل له مثلا حدثة لقدر لا أهو حصل له مشكلة يستسلم ويسلم كده يعني روحه وتبقى فيها يأسي بطريقة بيرة جدا ما هو ده معنى كلمة الجزعة يبقى مضاد الصبر الجزعة ومضاد إصبر إجزعة طيب انهي وانهى عن المنكر وانهى عن المنكر مضادها وأمر يعني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر طيب بيقول لي في أي سورة وردت الآية السابقة طبعا السورة من سورة لقمان يعني السورة متسمية على اسم النبي اللي هو سيدنا لقمان عليه السلام طيب بما أمرنا الله في الآية السابقة وما أثر ذلك على المجتمع يلا بقى تعالى نشوف هنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإيه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يبقى أمرنا الله سبحانه وتعالى إقامة الصلاة في أوقاتها كاملة عندي تاني حاجة أمرنا بالدعوة إلى المعروف والخير والبعد عن المنكر والأذى وأن نصبر على كل ما يحدث لنا وأثر ذلك على المجتمع إيه الأثر بقى بتعداه على المجتمع قال لي والله نعيش فيه محبة وسلام وأمان ويتقدم المجتمع لأن المجتمع هيكون ما فيش مشاكل لو كل واحد رأى الحاجات دي وبعد عن المنكر والتبع المعروف يبقى إحنا مش هنحتاج بقى مش هنحتاج مثلاً نحن نقوم بعض ولا نحتاج والله إن إحنا مثلاً يبقى فيه ناس مساجين أو يبقى فيه مشاكل مش يبقى فيه مشاكل مما يؤدل إن كل واحد يشتغل على نفسه وبالتالي نتقدم طيب ما الجمال في قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور قلت لحضرتك هنستخرج مظهر الجمال بدون حفظ إزاي؟ يعني هاجأ أقول لحضرتك إن دي أداة إيه؟ أداة توكيد طب معلش يا مستر ممكن حضرتك تتذكرنا كده بأدوات التوكيد من عناية اللي اتنين يا سيد عندي إن إنما في عندي اللام إن واللام ده برضو وسيل التوكيد يعني مثلاً لما خدنا في الترم الأولاني إن ربي يا لغفور الرحيم كنت بقول لك أسلوب مؤكد بإن واللام اللام دي بتيجي دايماً مع إن خلي بالحضرتك وده في الثانوي هبقى أقول لك دي بنسميها لم إيه؟ طيب يبقى إن ربي يا لغفور الرحيم أنا عندي إن واللام أداة إن توكيد مع بعض طيب إيه تاني يا مستر يبقى أنا كده عندي إن وعندي إنما وعندي إن واللام في إيه تاني كمان؟ في قد والماضي ولقد والماضي وقد دي أداة توكيد أه طبعاً أداة توكيد قد ومعها الفعل الماضي أو لقد ومعها الفعل الماضي طيب إيه تاني كمان يا مستر حضرتك والله برضو في حاجة اسمها تقديم الجر والمجرور يعني أجيب لك في الأول كده جر والمجرور يعني أقول لك مثلاً إيه؟ في بيتنا رجل تمام؟ ده اسم فيلم في بيتنا رجل ينفع يا مستر إن أنا أصلاً أقول للجر والمجرور ده في الأول قلت لحضرتك والله من التلم الأولاني ومن ساعة ما اشتغلت معك الجر والمجرور مكانه الطبيعي في آخر الجملة وليس في أول الجملة يبقى ده المكان الطبيعي بتاعه طب لما جيبه قدام بنسميه حضرتك عندنا في البلاغة أو بنسميه عندنا حضرتك في مظاهر الجمال اللي عندك بنقول عليها حاجة اسمها أسلوب تقديم يعني أنا قدمت وده بيبقى أسلوب توكيد بنقول علي أسلوب توكيد بتقديم الجر والمجرور دي كده كل أسليب التوكيد طب يا مستر أنا عندي إيه هنا من كل كل كلام اللي حضرتك قلت أنا عندي إنها واضحة هيت قدامك إن ذلك من عزم الأمور يبقى أنا أقول له إن يبدأ أسلوب مؤكد بإن وتعليل لما قبل في ناس كتير جدا بتفضل تقول لي مستر ويعني إيه تعليل تعليل يعني السبب يعني ليه الحاجة دي تعملت تمام يبقى إن ذلك من عزم الأمور ده تعليل يعني ده السبب بتاع اللي قبله تمام طيب فيه برضو حاجة هقولك عليها هو ليه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ليه استخدم هنا ذلك ولم يستخدم كلمة هذا قلت على فكرة سنت المراجعة يعني ليه ما قالش مثلا إن هذا من عزم الأمور وقال ذلك عشان يوضح إن الصبر ده مش حاجة قريبة ما زلك ده اسم إشارة للبعيد خليباك الكرآن الكريم جميل جدا يعني في اختياره لهذا وذلك وتلك مش أي حاجة كده وخلاص مش خبط عشواء أي حاجة كده وخلاص لا ده كل لفظ محطوط في محله وليه هدف فأقوله هنا إن ذلك تفيد إيه تفيد على بعد تلك المنزلة يعني محدش يقدر يوصل بسهولة للصبر تمام فنقوله إن ذلك من عزم الأمور ذكرها الله سبحانه وتعالى لأن ذلك توحي ببعد منزلة الصبر لأنه لا يصل إلى تلك المكانة إلا من كان يؤمن بله حق الإيمان طيب تعال كده هناخد بس إعراب في قطعة النحو هؤلاء لحضرتك إيه الأمة العربية أمة مجيدة حضرتها عريقة طب تعال كده بعد إذن حضرتك بيقول لي أمة كلمة أمة تعرب إيه اسأل بقى زي ما عودتك الأمة العربية مالها أنا شاف حد بيقول لي العربية ديت خبر غلط ليه؟ عشان الأمة العربية مالها اسأل دايماً المبتدأ بماله أو مالها عشان طرف تجيب الخبر يبقى أقول له الأمة العربية مالها أمة آه ده اللي كان بيلي معنى الجمل أمة مجيدة يبقى أمة حبايبي أقول عليها خبر تمام أحسنتم طيب يبقى أنا أقول عليها خبر مرفوع على مطرفية الضم بعد ذلك حضرتها عريقة آه يا مستر هو ينفع أقول حضرته عريقة دي إن هي مثلاً تكملة لجملة الأولينية أو حاس إن هي تكملة جملة أولينية أنت صح الأمة العربية أمة مجيدة مالها حضرتها عريقة يبقى أنا أقول له حبايبي كلمة عريقة هتبقى أيضاً خبر طب تعال بعد كده أبناؤها تربطهم روابط آه عندي كلمة روابط دي يبقى عربها إيه ما الذي يربطهم روابط يبقى كلمة روابط فاعل أنا شايف ناس بتقول لي مفعول أقول لك لا استنى بقى واحدة واحدة كده حبيب قال بيسأل دايماً يبقى الروابط ديات فاعل وقلت لك إن الفاعل ممكن يجي عاقل أو ممكن يجي غير عاقل طيب عندي آخر حاجة خاص العربية أرجاء الأمة العربية العربية ديات صفة جميل والصفة دي معرفة ولا نكرة معرفة واللي قبلها الأمة معرفة يبقى معرفة ومعرفة وصفة يبقى نعت يبقى أنا أقول له ده كده نعت طب مستر هو ده نعت إيه لو خدت بالك النعت بياخد العربة اللي قبله يعني لازم تعلم كلمة الأمة يبقى هقول له أرجاء الأمة أرجاء دي نكرة والأمة معرفة نكرة ومعرفة يبقى ديك مضاف إليه يبقى كلمة الأمة ديات مضاف إليه مجرور وعلامة جرهه الكسر وهقول له العربية هتبقى نعت مجرور وعلامة جره الكسر كده أحباقي احنا خدنا مراجعة شملة ذكرنا فيها أهم الحاجات في النصوص ذكرنا فيها برضو أهم الحاجات في النحو برضو ذكرنا في أول الحلقة أهمية يعني علامات الترقيم ودوريها في موضوع التعبير كده حبايب نكون وصلنا لنهاية الحلقة اليوم ولنهاية الترم كاملا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون وجودي أضاف لكم حاجة وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أشوفكم السنة القادمة بإذن الله تعالى على خير في حقOG الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته